اعلنت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم عن الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها الحادية عشر للعام 2019 وهما برنامج لتروس لمهارات الكتابة من البرازيل ودات فحص عسر القراءة الدايدكتف من اسبانيا وذلك عن موضوع الجائزة لهذا العام وهو استخدام الذكاء الاصطناعي للابتكار في التعليم والتدريس والتعلم وترمي اليونسكو من خلال هذا الموضوع إلى تعزيز التطبيقات الفعالة والاخلاقية للذكاء الاصطناعي في مجال التعليم وإتاحتها عالميا وقد تم اختيار الفائزين بالجائزة من بين 113 ترشيحا قدمتها حكومات الدول الأعضاء في اليونسكو وفي المنظمات الشركة لها وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على الأهمية الكبيرة لهذه الجائزة العالمية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وتبنتها منظمة اليونسكو لتكون فريدة من نوعها ضمن جوائز المنظمة خاصة من حيث أهدافها القائمة على توظيفها تكنولوجيا وتوظيف المعلومات والاتصال في التعليم حيث بيّنت الأوضاع الحالية مدى الحاجة لتشجيع المبادرات التي توظف هذه التقنية من أجل توفير وضمان الحق في التعلم للجميع مشيدا في هذا الإطار بالمبادرة الملكية السامية بإطلاق هذه الجائزة التي تبلغ اليوم دورتها الحادية عشرة وتحقق أفضل النتائج وترسخ كجائزة عالمية ذات مكانة مرموقة وأضف الوزير أن العدد المتزايد للمساهمات والمشاركات القيمة التي تتقدم بها الدول سنويا للتنافس على هذه الجائزة يؤكد مدى أهميتها في خدمة الإنسانية من خلال التعليم مؤكدا أن الجائزة مصنفة كمبادرة دولية رائدة حظيت باعتماد المنظمة منذ انطلاقة نسختها الأولى عام 2006 وبما يعكس النظرة الإنسانية الريادية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله نحو تعزيز جهود اليونسكو في نشر التعليم الجيد والمنصف للجميع حيث تنسجم أهدافها مع أهداف اليونسكو التي تركز على التوسع في توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم سعيا لسد الفجوة الرقمية بين الدول وتوفير الحق في التعليم للجميع خاصة للفئات المحرومة المحرومة